وفي كلمة له بمناسبة العام الجديد قال الرئيس والروسي فلاديمير بوتين ان الغرب كذب على العالم واستخدم اوكرانيا وشعبها باستخفاف لتقسيم روسيا على حد تعبيره اعتبر بوتين انه تم اعلان حرب عقوبات حقيقية على روسيا بهدف تدميرها لكن ذلك لم يحدث بحسب قوله لقد كذب الغرب عندما كان يتحدث عن السلام بينما كان يستعد للعدوان واليوم يعتره بذلك دون حياء اما اوكرانيا وشعبها فيقومون باستغلالهما بلا اخلاق ولا استحياء من اجل اضعاف روسيا وتقسيمها لكننا لن نسمح ابدا لاحد بفعل ذلك